أكل التقليدي بقى اللي كلنا بنزهق منه وخصوصا أطفالنا بقى دلوقت اللي طالعين لا إيه الأكل التقليدي يعني إيه أكل كل يوم حاجة في البيت أو من طبيق ماما كل يوم إحنا عايزين حاجات من بره هو إحنا بنزهق منه لسببين أولا عشان ما فيش حاجة اسمها التخطيط الغذائي الإسبوعي اللي المفروض المسؤول عن الإعداد الغذائي جوالبيت يا رأي السبعة يام بتوع الإسبوع هم يومين أغذية نباتية فقط 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 وده للصحة مش للتوفير مش للتوفير ولا للقداسة مش عشان موضوع الصيام أربع وقم لا ده للصحة ويومين أسماك منهم يوم سمك دهني سمك دهني اللي هو السمك اللي ما بيتقليش اللي هو السمك اللي بيتشوي أو بيتعمل صنية اللي هو البوري والمكريل والسلمون والسردين والحاجات دي ويومين دواجن إذا كان متاحة ويوم لحمة أحمر إحنا عادة اللي بيحصل إن الست أيام بيتاكلوا لحمة أحمر إذا كانت متاحة وبينشاور عقلنا في اليوم السابع صحيح هي دي المشكلة ده أول حاجة غياب التخطيط إذن التنوعية بتلغى من سسم البيت وده اللي بيزهق اللي موجودين تاني حاجة إنشغالي أنا مش هعود أقف في المطبخ طول كل يوم يبقى يوم أو يومين ثلاثة لأ يبقى الأكل اللي يتعمل على أساس يكفينا بكرة وبعده كمان ودي مشكلة تانية ده اللي بيوجد حتة الزهق سما لو أكل صحي ومفيد يا دكتور ما فيهاش حاجة لما خليل تاني يوم مشكلة يعني كل يوم آقف أطبخ كل يوم آقف أطبخ الطبيق مش هاخد مني ساعة ونص وفي نفس الوقت أنا حققت الصح لأن الأيام لازم تكون موزعة يعني يوم سمك يوم دواجن يوم أغزية نباتية يوم سمك يوم دواجن يوم أغزية نباتية يوم لحمة إذن أنا مضطر أن كل يوم أعمل ده زي ما أنا كل يوم بنام زي ما كل يوم بشتغل زي ما كل يوم أهتم بصحيتي شوية ما جراش حاجة ساعة ونص ولا حاجة أضيعها في الاهتمام بإعداد اللقمة للي موجودين في البيت ولي ما أظنش أنها كتير ولا متعبة ولا مرهقة بس علي أن أنا أكون عندي الدافع ده نمر واحد خليني أقول حاجة أن اللي بيعد الأكل برا البيت هو ما يعرفنيش صحيح إذن هو بيعمل القصة دي مش عشان أنا تغزها عشان هو يكسب ودي نقطة لو درسناها صح أو استوعبناها صح أنا مش أكل برا البيت إزاي بقية دكتور ببساطة شديدة اللي بيعد الأكل برا البيت يهمه البزنس يهمه المكسب فمش هيهمه الهيجين مش هيهمه سلامة الأكل اللي بيعملوه ثم مش هيراعي بقى لا وجبة متكملة ولا متوزنة ولا خالية من ملوسات ولا 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 وما أكثر الحالات الحالات الوفيات مش عايزة أقول الحالات المرضية لا وصلت إلى حالات وفيات كتيرة بنسمعها ليمدي نتيجة تناول أغذية خارج البيت صحيح فعايزة أقول طب منع في نفسي حاجة كمان الأمراض نوعين أمراض حدة وأمراض مزمنة الأمراض الحدة اللي بيسموها الأمراض السرية والأمراض المزمنة اللي بيسموها الأمراض غير السرية كويس اللي السيد رئيس الدولة كان أولى إليهم اهتمام في الفترة اللي فاتت الأمراض الحدة اللي هي الأمراض السرية اللي هي الأمراض المعدية بتيجي نتيجة عدوة ميكروب بتعدي منها بسرعة وبخف منها بسرعة الأمراض المزمنة هي أمراض تحتاج إلى زمن طويل حتى تصيب وتحتاج لنفس الزمن عشان أخف منها إن كان ينفع وعادة ما بينفعش دي أصعب أه طبعا السكر بقى والقلب والأورم السرطانية والتهابات الكابدية والحاجات اللطيفة اللي احنا بنسمع عنها دي ترجمة نانسي قنقر